قديما كان المسوقون والذين يقومون بالإشهار للمنتجات يذهبون ويطرقون بيوت الناس ويعرضون عليهم سلعا لكي يقوموا بشرائها وغالبا مكانت تلك السلع عبارة عن مواد تجميل لقد تطور الوضع كثيرا وأصبح اليوم التسويق مرتبطا كله بالأنترنت وليس شرطا لكي تقوم ببيع منتجك أن تذهب لكي تطرق بيوت الناس اليوم أغلب الناس يتوفرون على الانترنت ويتوفرون على هواتف ذكية لذلك إن كنت تريد أن تقوم ببيع منتجك يكفي أن تضع هذا المنتج أمامهم في شاشات هواتفهم لكي تقوم ببيع هذا المنتج ثم إنه ليس شرطا أن تقوم بشراء هذا المنتج لكي تقوم بإعادة بيعه بها مشربه يكفي فقط أن تختار أي منتج يهتم الناس به ثم تقوم بالترويج له وستأخذ عمولة مقابل ذلك وهذا ما يعرف بالتسويق عبر العمولة أو ما يعرف بالأفلييت ماركيتينج السؤال أين أجد هذه المنتجات التي تمكنني من التسويق إليها والربح عن طريق التسويق عبر العمولة هناك شركات تسويقية تكون وسيطة بين المسويقين وبين أصحاب المنتج في حد ذاته وتعطي هذه الشركات روابط خاصة تمكن المسويقين من معرفة من الذي قام بشراء المنتج به وتعطي أيضا جميع المعلومات التفصيلية لكل من نقرأ أو عدد الزوار الذين قاموا بالنقرأ على تلك الروابط التي قاموا بالترويج له هناك شركات أفلييت خاصة بالمنتجات المادية مثل أمازون ومثل حتى أليكسبرس ومثل جيرباست وإيباي وغيرها من المواقع وهناك شركات خاصة بالمنتجات الرقمية مثل كليكبانك والتي تعتبر أكبر شركة مختصة في هذا المجال المنتجات الرقمية لا تحتاج إلى شحن ولا تحتاج إلى وقت لكي تصل لأنها عبارة عن مادة رقمية قد تكون كرسات أو قد تكون ملفات PDF أو غيرها من الملفات الرقمية والتي لا تحتاج لوقت كبير لكي تصل بل تصل في الحين وما يميز هذه المنتجات أن عمولتها أكبر وقد تصل لغاية 60% وفي بعض الأحيان إلى 80% لذلك عزيزي مشاهد إن فكرت في الدخول لهذا المجال عليك التفكير جيدا واختيار الشركة التي تنائمك ثم تستهدف الجمهور الذي يناسبك أو المجال أو النيتش الذي سيحدد مصيرك